اشتركوا في القناة من البداية حاجة سموها جبال النصيريين واطلقوا عليها جبال العلويين وهنقول بعد كده لماذا سمي النصيريين بوسطة الفرنسيين بالعلويين وما زالت التسمية الى الان مشتهرة الصح ما نقولش علويين الصح نقول نصيريين مين هم النصيريين وايه هي قصتهم وهو ده اللي هيفصل لنا الصراع الدموي الرهيب الموجود الان في ارض سوريا النصيريون هم اتباع محمد ابن النصير النميري لعلي كتير جدا جدا من الاخوة والاخوات او مرة يسمع عن هذا الاسم بل اني انا درست هذه المحاضرة او شبيه بيها في بعض الجاليات السورية في امريكا في الرحلة الاخيرة تأتي من حوالي ثلاث اربع سبيع كتير جدا جدا من السوريين اللي درسوا في المدارس السورية ودرسوا تاريخ سوري وما يعرفوش محمد ابن النصير النميري اللي ينتسب اليه طائفة النصيريين الاقلية اللي موجودة في سوريا اقلية طبعا بعض الاحصائيات الحديثة اخر حاجة عند سوريا كانت سنة 85 بتقول انهم 11% وانا ارى ان هذا مبالغ فيه جدا لان النظام السوري كان هو اللي بيعمل احصائياته بيضخم جدا جدا الطائفة النصيرية عشان يبرر انها بتحكم شعب سوريا واغلبية شعب سوريا من السنة المحتلمين جدا بل هي عقر دار المؤمنين كما وصف صلى الله عليه وسلم لكن هذه الطائفة هي اتباع محمد ابن نصير النميري وهي طائفة كما ذكرنا قليلة في اهل سوريا محمد ابن نصير النميري من ابرز المجرمين في تاريخ الانسانية لا اقول في تاريخ المسلمين فقط لكن هو احد الكبار المجرمين في تاريخ الانسانية الراجل ده كان عايش في القرن الثالث الهجري يعني بعد وفاة رسول الله السلام باكتر من 250 سنة وهو كان في فكري ينتمي الى فكرة الامامية اللي هو بعد كده تكون الاثنى عشرية او الشيع يعني هو منبتق الاصلي من نفس الفكر اللي هو الشيعي عشان كده لعل ده دلوقتي الجمهور بدأ يربط ما بين الدعم الايراني ودعم حزب الله للنصيرين في سوريا لان المنشأ واحد المنبت واحد الاتنين بيؤمنوا بما يسمى بالائمة الاثنى عشر الائمة الاثنى عشر يعني بينكروا طبعا تماما امامة وخلافة ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعطمان ابن عفان وبيقولوا ان الامام الاول هو سيدنا علي ابن ابي طالب والامام التاني سيدنا الحسن والتالة الحسين والرابع زين العبدين ابن الحسين وهكذا الحد ما يوصلوا واحد ورد تاني الحد ما يوصلوا ادعى اللي موجودين ساعتها اصحاب هذه البدعة ان لي ابن وان الابن دا كان عمره خمس سنين وان الابن دا دخل في السرداب في سمراء في العراق وان هو دخل وما خرجش بس عايش جوه السرداب الشيعة اللي موجودين في ايران دلوقتي وفي حزب الله في لبنان الشيعة الاثنى عشرية ما زالوا يؤمنون ان الولد الصغير دا دخل الساب لسه عايش لحد دلوقتي ساعة ما دخل على زعمهم سنة يعني 260 هجرية بيقولوا ان كان فيه عندهم اربعة واحد ورد تاني ورد تالت ولا الرابع على مدار حوالي 60 سنة بيتواصلوا معاه وبيسموهم سفراء المهدي اطلقوا على هذا الطفل اللي جوه السرداب اسم المهدي وبيقولوا انه هو فيه ناس بتتواصل معاه اطلقوا علم السفراء المهدي او الباب الى المهدي فالباب يعني ايه المهدي يعني واحد بيروح الجبل يخش السرداب او يقف قدام السرداب ويتعامل مع المهدي فيما يزعمون وياخد منه المعلومات وياخد منه التشريعات وياخد منه الاصول ويجي يعلمها للطائفة المتبعة لهذه الافكار اللي هي بعد كده كونت فرقة الشيعة عن طريق هذا الوهم وهذا الدجل وضعوا دين الشيعة وضعوا افكار الشيعة طبعا مخالفات عقادية كبيرة جدا مخالفات تعبودية كبيرة جدا يتفكون مع المسلمين في بعض الامور ويختلفون في كثير من الامور العقادية الخطيرة يعني فهذا يعني ده 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 الكون الاثنى عشرية محمد ابن نصير خرج عن هذا السياق وقال انا مش معترف بالباب اللي انتو اخترتوه او الاشخاص اللي انتو اخترتوها للوصل مع المهدي انما انا شخصيا الباب بتاع الحسن العسكري وادعى ان الحسن العسكري نفسه اللي هو مات ودفنوه كلهم ما مات شيء بل وصل بقى فيه الموضوع ان اتجنن واصاباته حلق من الخبل شديدة جدا اللي هو منشئ دين النصيرية هذا وادعى ان الحسن العسكري حل فيه الرب الاله فادعى بربوبية الحسن العسكري وان الحسن العسكري ارسله كرسول فدلوقتي احنا عندنا طبعا اللي نعرف ان المشاهدين ومشاهدات يعني خلاص عارفوا ان الطائفة دي اكفر من ابي جهل واكفر من ابي لهب يعني ابو لهب وابو جهل ما قالوش ان الذي خلق البشر هو هبل او اللات او العزة لكن الان هذا المجنون محمد بن نصير النميري يقول ان الرب هو الحسن العسكري وان الرسول هو محمد بن نصير النميري وبدأ يشرع للناس على ان هو رسول يتلقى من الرب الحسن العسكري وقال ان القصة ديت هي قصة قديمة في الانسانية وان الرب دائما يتجلى في انسان والانسان هذا يخلق انسانا اخر او الرب في سورة انسان يخلق انسانا اخر كرسول والرسول يخلق ناس تنين كبشر بيسعده ويعونه وامايل ان الاله حل في علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه وانه لذلك طائفة النصيرية تؤله علي ابن ابي طالب يعني تجعله الها وليس حتى لا تدعي فيه النبوة انما تدعي انه اله من دون الله عز وجل تقول ان الاله حل في علي وان علي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وان محمدا خلق سلمان الفارسي ليس سلمان الفارسي بالذات لان فيه جذور مجوسية كبيرة جدا لهذه الطائفة فيقولون هذا الترتيب ثم سلمان الفارسي خلق خمسة بسلمهم الايتام الخمسة المقداد ابن عمر وابو ذر الغفاري وعبد الله ابن رواحة خمسة كل واحد موكل بشيء واحد موكل بالرياح واحد موكل بالصواعق واحد موكل بالامراض واحد موكل بالامراض واحد موكل بالايه تاني طبعا كلها تخريف يا اخوانن مش حاجة حد يحفظ الكلام ده موكل بنفخ الارواح في الاكسام ده الفكر اللي عمله محمد النصير النميري الغريب جدا في ناس تبعيته في هذا الموضوع وفضلة هذه الطائفة موجودة تنتقل من زمن إلى زمن طبعا طائفة ملحدة طائفة مجرمة طائفة مفسدة لم يختلف أحد من علماء المسلمين على إخراج هذه الطائفة من الإسلام بالكلية وراجعوا كده كل تاريخ المسلمين وتعليقات العلماء على النصيريين هتلاقي ولا واحد أبدا قال عليهم أنهم من المسلمين هي دي الطائفة اللي منها بشار الأسد اللي منها حافظ الأسد اللي هي بتحكم سوريا دلوقتي واللي هي بتكون النظام اللي بنازل دك على كل دنسون سوريا طبعا تفصيلات تانية كتير نعرفها بعد الفاصل إن شاء الله طبعا أنا أتخيل أن دي مفاجآت كبيرة جدا بالنسبة للقطاع كبير جدا من المشاهدين والمشاهدات بس دي يفسر المشكلة اللي احنا شايفين دلوقتي يفسر أن دولة فعلا مش مسلمين يعني وإن كان الغرب وفرنسا تحديدا كانت بتحرص على تضمهم داخل القائمة الإسلامية أنهم أحد الطواف الإسلامية فيدخل في إحساسك أن النصيريين مذهب من المذاب الإسلامية زي الشافعية زي الحنابلة زي الملكية زي غيره من المذاب الإسلامية لا يا إخوانا هذه المعتقدات ما بقولش أنها معتقدات فاسدة بس أننا أجد أكثر منها في مراحل التاريخ بيداعي أن فلان هذا إله ويخلق فلان ويخلق فلان هذا يخلق آخرين وعمل منظومة كاملة وده موكل بكذا وده موكل بكذا وده موكل بكذا يعني الكيان كامل عمله العبادات بتاعتهم حاول المحمد بن نصير النمير نديها شكل العبادات الإسلامية عشان يبقى داخل منظومة الإسلامية برضو وهم أكثر من المنافقين لكن بعدل فيها وبدل فيها بحيث ما يقباش عند أي حد منهم عبادة سليمة أو صحيحة يعني مثلا الصلاة عندهم ما فيهاش وضوء النصيرين لما يجي يصلي ما يتوضعش ما فيهش وضوء للصلاة ولما يصلي ما فيهش سجود في الصلاة فيها بعض الركوع لكن ما فيهاش السجود ما بيحجوش إلى المسجد الحرام ويجدوا أن الحج هذا كفر وأنه عبادة للأصنام ما بيصلوش في مساجد بيحاربوا المساجد بشكل عام ما عندهمش مساجد النصيريين الصيام عندهم مش امتناع بيصوموا في رمضان بس مش بيمتنعوا عن الأكل والشرب في نهار رمضان بيمتنعوا عن النساء فقط لكن يأكلوا يشرب عادي جدا في رمضان وفي الآخر مدخر نفسه جوه طائفة المسلمين أيه إسلام هذا فما فيهش حقيقة يعني يستحلوا المحارم يقدسوا الخمر يعني مش مجرد أنه يبيح شرب الخمر لا يقدس الخمر ويجرم من يقتلع شجرة العنب لأنه هي أصل الخمور عشان كده ما حدش من علماء المسلمين أبدا تردد في إخراج هؤلاء من المسلمين بشكل عام طبعا فرنسا ما لقاتش أحسن من كده يعني لا مبادئ ولا دين ولا أخلاق فحطت إديها في إدين هؤلاء وبدأت تزرع هؤلاء النصيريين في أماكن مختلفة وقامت من ديهم اسم جميل العلويين العلويين يعني نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورده كأنهم يتبعون علي وعلي منهم براء لأنه لا شك في ذلك يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورده يقولون أن الإله حل فيه وأنه يسكن في السحاب رضي الله عنه وعندما يمر بابن السحاب يقولون السلام عليك أمير المؤمنين ويدعون أن الرعد هو صوت علي بن أبي طالب يعني خرافات وراء خرافات وراء خرافات العجب أن هناك أناس تصدق هذا الكلام وتتابعه بس طبعاً اللي ممكن يستغرد طبعاً إحنا عندنا في الهند في ألف مليون بيزجدوا للبقر وعندنا فيه علماء كمبيوتر كتير جداً جداً في اليابان وعلماء طبه هندسة وكيميا وفلك بيقفوا قدام معبد شينتو أو معبد بوزة أو كذا وبيزجدوا لصنم هناك وبيعبدوه يعني هذه الترهات موجودة في الإنسانين موجودة في البشر ابتلينا نحن في بلادنا بهذه الطائفة بس المشكلة الكبيرة أن البعض يظنهم من المسلمين وعشان كده تجد حساسية شديدة لقولك والله ده بشار كافر أو نحافظ لا نقولك لا أتحرج من تكفير مسلم لحسن يبق بها أحدهما فين المسلم فين هذه العقائد اللي بنتكلم عليها أي إسلام في هذه العقائد أي علاقة للإسلام بهذه العقائد اختراع واختراع مجرم تجاوزوا به الحد لأبي جاهل وأبي لهب ولئين سألتهم الرابط سبحانه وتعالى بيتكلم أو ينصف حال الكفار أيام رسوله السلام حال أبي جاهل والوليد النغيرة يقول ولئين سألتهم من خلق السموات والأرض لا يقولون الله ولئين سألتهم من خلقهم لا يقولون الله هذه لا ينكرونها أما هؤلاء فينكرونها وينسبونها إلى علي رضي الله عنه أرضاه وإلى غيره من الأئمة على ما يصفون ويقولون أن الإله يحل في الحاكم ما عندهمش دلوقتي يا أمة فيحل في الحاكم الذي ينوب مطرح الإمام ومين الحاكم دلوقتي الحاكم دلوقتي بشار الأسد ويظنون أن الإله حل فيه عشان كده لما شفتوا فيديوهات موجودة على اليوتيوب والموجود دلوقتي لو أنت ودخلت ودورت وعليها تلقوا موجود لجنود بشار الأسد من النصيريين هؤلاء المجرمين وهم يركعون أحد المسلمين في سوريا أحد السنة ويقولون له أسجد لبشار حطين سورة بشار على الأرض ويقولون له أسجد لبشار وقول أن بشار إلهك هذا ليس من قبيل التعذيب أو الاضطهاد فقط إنما هو عقيدة عقيدة عندهم أنه حل في هذا الإله طبعا أفكار في غاية الشذوذ لكنها موجودة موجودة عند هذه الطائفة قليلة نعم لكن آثارها السلبية هائلة على الأمة الإسلامية حطت فرنسا ديها في إديندولت وبدأت تزرعها في كل مكان وتعاونوا تعاونا وثيقا فيه يعني عندنا أدلة ووثائق تثبت هذا التعاون وما يعني أروع ما حدث في الأمم المتحدة 30 أغسطس سنة 2012 يعني لسه من خمس شهور فقط في اجتماع كبير لأمم المتحدة كانوا بينقشوا فيه قضية اللاجئين وقام ساعتها الجعفاري اسمه بشار الجعفاري المندوق الدائم لسوريا في الأمم المتحدة واتكلم على النظام السوري وعلى مقاومته للاحتلال وعلى يقصد احتلال احتلال فرنسي هنا قام وزير الخارجية فرنسي كان حاضر الاجتماع لوران فيبس وأمقال في الكلام عندنا الوثائق التي تثبت أن جد رئيسكم له سليمان الأسد أبو حافظ الأسد وجد بشار الأسد كتب عريضة طويلة جدا وقع عليه هو كبراء النصيريين يطلب فيها من الحكومة الفرنسية أن لا تغادر فرنسا ويطلب فيها أن يدعموا الوجود النصيري ضد السنة المسلمين ويتمسكوا بفرنسا رعيات الحرية في أرض سوريا الطاهرة المبارك والجواب بعد كده تاني يوم 31 أغسطس سنة 2012 قناة العربية نشرته وموجودة على موقعها إلى الآن اللي عايز يخش وموجودة عندنا على الموقع على اسلامستوري.com خش على الموقع عندي ويكتب جد بشار الأسد أو يكتب سليمان الأسد هيطلع لك الوثيقة ويطلع لك الكلام الموجود عليها أكبر الأدلة على خيانة هؤلاء النصيريين للشعب السوري منذ قديم الأزل المشكلة طبعا أننا بندرس التاريخ ده دلوقتي سنة 2013 حين دلوقتي وقطاعات هائلة لعل معظم قطاعات العالم الإسلامي يكن تعرفش هذه المعلومات إلا دلوقتي بعد وقوع الفأس في الرأس وبعد وقوع المشكلة الكبيرة وده بيبين لنا أهمية دراسة التاريخ بعناية خرجت فرنسا من من سوريا سنة 46 طبعا بعد الحرب العالمية التانية حصل يعني إنهاك كبير جدا جدا للقوى العالمية حتى القوى المنتصرة سواء إنجلترا ولا فرنسا ولا أمريكا ولا ولا روسيا أصر إنهاك لأنه كان فيه يعني مجازر ضخمة جدا في حرب العالمية التانية فبدأ التحرر في بلاد العالم الإسلامي متحررت سوريا الحمد لله سنة 46 لكن في سنة 47 مباشرة أنشئ في سوريا حزب البعث الاشتراكي في حزب البعث العربي الاشتراكي أسسه ميشيل عفلك وصلاح البيطار وزاكي الارسواز يعني مجموعة من من الاشتراكيين اللي راحوا فرنسا درسوا فرنسا ورجوا بعد كده إلى سوريا بفكرة علماني بحث محارب لكل الأديان طبعا ميشيل عفلك كان نصراني وكان صلاح البيطار مسلم واخدوا فكر علماني رهيب معادي تماما للديانات وفي مقدمتها الإسلام لأنه الدين الأغلب والأعام في أرض سوريا وأساسوا حزب البعث الاشتراكي وعلى طول النصيريين وجاتوا غطاء سياسي مناسب والتحق النصيريين لهم أصلا ملحدين وأصلا ما عندهمش أي عاطفة دينية مكبولة وبالتالي التحقوا بحزب البعث الاشتراكي يكونه يعني نوال هذا الحزب سنة 63 في 8 فبراير قام حزب البعث العراقي بانقلاب في العراق على عبدالقريم قاسم وأصبح يقود الدولة اللي هو منه جاء بعد كده صدام حسين وبعد هذا الانقلاب في العراق بشهر واحد في 8 مارس سنة 63 قام انقلاب مماثل في سوريا وتولى رئاسة البلاد حزب البعث العربي الاشتراكي لأول مرة استلم الحكم سنة 63 لحد الوقت فسنة 63 وصل للحكومة صلاح البيطار برئيس الوزراء وبعدين عمل حكومة من 63 ل66 أمين الحافظ وأيضا بعثي وبعدين عمل انقلاب عليه وجه نور الدين الأتاسي من سنة 66 لسنة 70 وفي عهد نور الدين الأتاسي جاب حافظ الأسد وزير للدفاع كل القصة طبعا بعثيين كرهين تماما للدين مقومين تماما لكل عاطفة إسلامية عند الشعوب وفي نفس الوقت جواهم عادت كبير جدا جدا من النصيريين الملحدين المجرمين هؤلاء فحافظ الأسد بقى وزير الدفاع في حكومة نور الدين الأتاسي من 66 لسبعة لسبعين وهو أحد أسباب الجريمة اللي تمت سنة 67 باحتلال اليهود إلى الجولان وإلى القنيطرة تفصيلات فيها كتير جدا مش هنتكلم عليها ومهم أن حافظ الأسد سنة 70 عمل انقلاب على حكومة نور الدين الأتاسي وبقى هو رئيس الجمهورية الكلام ده سنة 70 وقعد في الرئاسة الجمهورة حتى سنة 2000 وبعد كده ورى سبن بشار الأسد اجتمع يا إخواني ويا أخواتي لحافظ الأسد ومن بعده لبشار الأسد كفران كفر النصيرية وكفر البعث البعث على فكرة كفره فاضح أقول لكم على بيت شعر عجيب جدا قاله أحد شعرائهم شفيق كمالي شعر سوري بيقول آمنتوا اسمع هذا الكلام هذا كلام في تاريخ الأمة الإسلامية في تاريخ سوريا آمنتوا بالبعث ربا لا شريك له آمنتوا بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني وبالعروبة دينا ما له ثاني دي أفكار حزب البعث والذي دعمها في مؤتمرات المتتلل الحد سنة 82 مؤتمر قطر سنة 82 برضو دعموا هذه الفكرة وقالوا أنه من كبرى مهامهم وأهدفهم محاربة الدين بشتى سوريا ويعتبرون أن تدين هذا مذهبية ويفرق الأمة العربية عن هدفها الأصيل وهو العودة بالعرب إلى عروباتهم وليس إلى دينهم أو إلى إسلامهم فاجتمع لحفظ الأسد هذا مع ذاك كفر نصيري مع كفر بعثي يعني أصلا ملته من الأساس فيها الانحرافات العقادية الهائلة وتوجهه الفكري بعد كده ماشي على طريقة البعث فقلب البلاد كلها إلى مجزرة حقيقية وكان يدين طبعا بالولاء الكامل للاشتراكيين لروسيا وطبعا داري برضو بيفصل لنا لروسيا إلى الآن متمسكة ببشر الأسد لأنه هو اشتراكي على نظام البعث اللي هو كان موالي لروسيا على مدار سنوات طويلة في معنا اتصالات الحقيقة وأنا الموضوع لسه فيه تفصيلات كتيرة وأنا عايز أتكلم فيه لكن لعل ممكن بعض الأسئلة اللي يقولها الإخوة والأخوات المشاهدين تفتح لنا بعض المجالات الأخرى أن احنا درسنا الدولة الفاطمة أنها اسمها كده ويدعون النسب إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس قصة العلويين في سوريا العلويين هم أصلا اسمهم النصيريين وأسموهم الفرنسيين بالعلويين عشان يرفعوا قدروهم عند الشعب السوري أنهم يكونوا منسوين إلى سيدنا علي بن أبي طالب كذلك الدولة العبيدية الخبيثة هذه دي دولة منسوبة إلى عبيد الله المهدي اليهودي أحد اليهود اللي أسس الدولة ويدعون النسب زورا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنسب أولا مزور الدولة كانت دولة شيعية إسماعيلية مفسدة برضو ديانتهم كانت فيها إلحاد كبير جدا الحمد لله الشعب المصر ربنا حفظوا من العبيديين الحكومة اللي كانت بتحكم مصر والجيش اللي بيحكم مصر كله كان مستورد من المغرب كل ده كان العبيدين لما جوا محتلوا مصر احتلال مصر ده أكثر من 200 سنة وخلال 200 سنة الحمد لله لم يتشيع أهل مصر وحفظوا على دينهم وحفظوا على مبادئهم لدرجة أن صلاح الدين الأيوب رضي الله عنه ورحمه الله لما جاء بعد كده وحب أن هو يحارب الصليبيين لم يستطع أن يحارب الصليبيين إلا بعد إسقاط هذه الدولة العبيدية وخذ بعد كده الشعب المصر يحارب به كل الشعب ما شاء الله كان على السنة كل الشعب كان على المناهج السليمة والفقه السليم ما تأثرش بهذه الخرفات وهذه الإدعادة الحقيقة أنا مش عايز يعني برضو الإخوة والأخوات ياريت لو الأسئلة تبقى في صور بالموضوع نخرجوا هتخرجونا من موضوع سوريا لموضوعات تانية كتير مهمة جدا جدا لكن مش موضوع الحلقة فياريت الأسئلة للإخوة والأخوات يوجهوا تكون في موضوع سوريا عشان نعرف نكمل الموضوع في أسئلة تانية عادة مين؟ الأستاذ عامر فضل فضل يا فضل يا فضل أنا وسهلا جزاك الله كل خير كويس الحقيقة الخطوة تبتدي بأن المسلمين وخاصة العلماء والدعاء والمفكرين والمدرسين والآباء والأمهات يحطوا التاريخ في بؤرة اهتمامهم أساسا يعني أنا عشان أحط برنامج أعمل خطة لإنجاب شيء معين لازم يكون عندي هدف الوصول إليه فإذا كان عندي هدف تصحيح التاريخ الإسلامي وإظهار الصورة الحقيقية للناس والاهتمام صار هذا هدفا هبتدي أحط برامج لتحقيق هذا الهدف أما إذا كان خارج أساسا عن بؤرة الاهتمام لا الدولة مهتمية بموضوع التاريخ ولا المدرسين مهتمين بموضوع التاريخ ولا العلماء نفسهم المتخصصين مهتمين بموضوع التاريخ ولا الأباء والأمهات مهتمين بموضوع التاريخ يبقى أنا ساعتها إزاي ممكن أصلح القضية القضية هتيجي لما عامة المسلمين أو عامة المثقفين من المسلمين يضعوا قضية التاريخ بورة اهتمامهم ساعتها هنحط برامج كترة جدا أتوقع إن شاء الله أننا نوصل لنتائج جيدة أحد هذه الأمور هو زي ما قلت قبل كده موقع قصة الإسلام ده الجهد إحنا يعني بنفزوله عشان نحقق المعلومة ونحطها على الموقع بعد كده متاح الآن للعلماء المسلمين ومتاح الآن للخطباء في المساجد ومتاح لمدرس التاريخ ومتاح لكل أب أو أم كل إنسان أن يخش على الموقع يأخذ المعلومة السليمة ويكلم بيها المجتمع اللي حواليه أنا أتوقع إن التاريخ اللي زور على مدار 1400 سنة واللي اشترك في تزويره ناس من داخل البلاد ومن خارج البلاد مش هيتصلح هكذا في يوم وليلة إلا إذا تحرك المسلمون جملة واحدة يعني ده مش دور العلماء فقط والمحققين إنما دور كل أب وأم ومدرس وأخ وأختي يخش يقرى المعلومة السليمة الحمد لله في جهة بوزن في تحقيقها وينشر هذه المعلومة تخيل أنت خدت معلومة من على islamistory.com النهاردة وكلمت فيها واحد صاحبك كلمت فيها زوجتك كلمت فيها أولادك بكرة خدت معلومة تانية بعد بكرة خدت معلومة تالتة الفكر السليم والصحيح هينتشر في الأمم والمجتمع وإن شاء الله بعد كده نوصل لدرجة يكون فيها التاريخ الإسلامي وصل إلى الوضع السليم الصحيح طيب لو ما أنا درست قصة سوريا بهذه التوصفات طبعا فيه تفصيلات كترة جدا جدا أنا أسقطها عشان وقت الحلقة أنا أقدر تفهم دلوقتي عدة أمور في القضية السورية أقدر تفهم الدموية الهائلة التي ناجدها في أداء بشار الأسد ومن قبله أبو حفظ الأسد حفظ الأسد في حماس سنة 82 أتل من 30 إلى 40 ألف من سكان حماس قصف بالطائرات ضرب بالدبابات حاصر بالمدفعية لحد ما دك البيت على مدار شهر كامل سنة 82 شهر كامل بيضرب في البلد قاتل من 30 إلى 40 ألف في شهر بشار الأسد دلوقتي قاتل 60 ألف على مدار السنة 22 شهر لحد دلوقتي فالدموية الكبيرة دي تكون لها بعدما رجعت التاريخ فهمت أصلها إيه ده أصلها أنهم أساسا ملاحظة كفار بينكروا يوم القيامة ما عندهمش إيمان بالبعث ولا بالنشور ولا بالحساب معتقدين أن بتناسخ الأرواح الروح اللي لما بتموت بتنتقل لجسد تاني وهكذا وهكذا ما فيش عندهم إيمان باليوم الآخر وبالتالي هو ما عندوش تصور أن في يوم من الأيام هيجيت حسب اللي بيعمله عشان كده بيجرم على قد ما بيقدر بدون أي رادع من ضمير أو خوف من حساب حاجة تانية المهمة جدا أنهم أقلية في الشعب السوري يعني هما على أرقامهم هما شخصيا بيقولونهم 11% لكن أنا أعتقد أنهم لا يزيدوا عن 5% أو 6% من الشعب السوري في وجود 90% من الشعب السوري مسلمين مسلمين من السنة عقر دار المؤمنين ناس طيبة الفطرة ناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى رسوله والسلام الصحابة الكرام عندهم هذه الفطرة وهذه الحميل الدين لو حصل وسقط الحكم البعثي النصيري الكافر هذا فمحتمل كبير جدا أنهم الشعب يثور على المثورة قد تودي بحياتهم جميعا وبالتالي هو بيقاتل إلى آخر مدى ما عنده الآن خط رجع عمل يبعدين هو ارتكب جرائم كتير كلما بيرتكب جرائم أكتر عارف أنه لو اتمسك خلاص القضية منتهية والإعدام ينتظره لا محالة هو وكبار الرموز النظام وبالتالي مطاول في هذا الموضوع وربنا سبحانه وتعالى يعني يكفينا شره ويهلك هذا الطاغية الجبار برضو أضف إلى هذه الدموية في قصة سوريا اللي ذكرناها حزب البعث نفسه هذا حزب واحد ما يعتبر أن هناك أو ما يعتقد أبدا بتعدد الأحزاب في الدولة الواحدة اللي هو نظام عبد الناصر زمان نفس الفكر انتقل إلى الحزب البعث في العراق وحزب البعث في سوريا اللي هو مبدأ الحزب الواحد ما في معارضة مطلقا في البلد إدارة بوليسية كاملة كل العلاقات ما بين الهيئات تضرب المخابرات في الدولة كل واحد عين على التاني هو ده نظام الحكم البعثي المعروف والحكم الدكتاتوري أو الحكم الرجل أو الحزب الواحد فبشر مجتمع في هذا مع هذا مع هذا وبالتالي ده بيفصل لنا الدموية الهائلة التي رأيناها في حربي برضو فصل لنا علاقة روسيا اللي شفناها بسوريا وهذه علاقة استراتيجية وخاصة بعد أفول نجم روسيا عن الوضع القديم أيام تحت سوفيتي فهي متمسكة بكل الأعوان وبكل المساعدين اللي كانوا في الزمن القديم أعوانها ومساعدينها وخاصة مع علو نجم أمريكا في هذه الفترة في عمر الدنيا برضو فصل لنا تحالف إيران وحزب الله مع النصيريين لأن النصيريين كطائفة أصلا نشأت من الشيعة أقرب إلى الشيعة من السنة فلذلك إيران بتدعم بمنتال قوة النظام المصيري المجرم هذا في سوريا كذلك حزب الله اللي كان عمال يقول أن احنا نبارك الثورة المصرية نبارك الثورة التنسية لما قامت الثورة السورية وهي يعني مش أقول شبيهها ده هي أكثر حقية لأنه بيحاربوا نظام كافر وملحد ومع ذلك اللي عملوا إيه حزب الله جنت جنوده وجيوشه عشان يدافع على نظام بشار الأسد الوضعية طبعا دي كلها فاصلت لنا أوضاع كتير جدا أتمنى أن تكون الرؤية أوضح دلوقتي للمشاهدين ولمشاهدات وإن شاء الله يكون عندنا يعني اطلاع أكبر على الأحداث في الفترة اللي جاي من هذا المنظور هنقرأ الأخبار إن شاء الله بشكل مختلف وبطريقة جديدة لعله من المناسب جدا في آخر الحلقة إننا نتكلم ونقول إن مهم جدا جدا إننا بعد ما درسني هذه القصة نتكلم على الوسائل العملية اللي ممكن نساعد بها الشعب السوري لأن طبعا السوريين في أزمة كبيرة جدا والأزمة دي مأثرة على الشرق الأوسط والعالم العربي والعالم الإسلامي كله والعالم كله الإسلامي بيعيش في هم كبير جدا نفسنا ربنا سبحانه وتعالى يرفع الغمة عن شعب السوري الأصيل ويحقق النصر لهم على عدوهم الجبار هذا فده مطلوب جدا فأنا أدعو كل المشاهدين ومشاهدات للدخول على موقع إسلامي ستوري تتقام وعلى المنتدى بتاعنا ونكتد لي بما تراه مناسبا لنصرة هذه القضية عايزين نعمل زي ما يسمى بالعصف الذهني كلهم مشاهدوا مشاهدوا يقولوا والله أنا شايف إنه مفروض نعمل كذا وكذا وكذا أنا أجمع إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع كل هذه الأفكار وكل هذه الاقتراحات وكل هذه التجارب الحقيقية الحمد لله فيه يعني جهود مشكورة مبذولة من أفراد كترة جدا من الأمة الإسلامية بتساعد الشعب السوري نجمع كل هذه الموضوع ونقولها إن شاء الله في مقدمة الحلقة القادمة موضوعات الحلقة اللي جاية اللي برشح عليكم 3 موضوعات اختاروا منهم واحد خشوا على موقع islamistory.com وصوتوا على الموضوع اللي انتوا شايفينه أفضل إنه يكون في الحلقة اللي جاية الاقتراح الأول وسائل نصرة الشعب السوري نفرد لها الحلقة كلها لو ما حصلش إن ده خد الاختيار الأول هنتكلم على الوسائل زي ما قلنا في أول عشر دقيقة أو ربع ساعة من الحلقة ونفرد الحلقة للموضوعات التانية لو الجمهور المشاهدين المشاهدين صوتوا على هذا الموضوع سنفرد له الحلقة ونتكلم بالتفصيل على مساعدة الشعب السوري في داخل سوريا مشاعدة الشعب السوري اللاجئ اللي خرج إلى تركيا أو الأردن أو مصر أو لبنان أو غيرها مساعدة الجاليات السورية الموجودة في أماكن مختلفة زي ممكن نوصل هذه المساعدات إلى أهلنا في داخل سوريا ده الموضوع الأول الموضوع التاني ذكريات الثورة المصرية وإحنا عايشين في هذه الأيام الأسبوعين تلاتة دولة في خضام الأحداث الملتهبة في مصر ذكريات الثورة المصرية يناير 2011 الموضوع التالت الجذور التاريخية للحرب الفرنسية على مالي طبعا كلنا اتفاجئنا وشايفين الهجوم الفرنسي والقصف المستمر وتنبكت وغيرها من المدن المالية اتعرضت الأزمات كبيرة جدا يترى إيه السبب اللي خل فرنسا تعمل هذه الحرب ما حقيقة الأمور وما هي الجذور التاريخية للقضية أنا عندي قضية نصرة سوريا رقم واحد ورقم اتنين الثورة المصرية وذكرياتها ورقم تلاتة الحرب الفرنسية على مالي دخلوا على الموقع وصواتوا عليه وان شاء الله الموضوع اللي هياخد أكبر درجة من التصويت هيكون هو شغلنا الشغل في الحلقة اللي جاية أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه